أفادت وزارة تكنولوجية الاتصال في بلاغاً لها اليوم بأنه تنفيذاً لأحكام المرسوم عدد واحد لسنة 21 و 2000 المؤرخ في 22 من أكتوبر 21 و 2000 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس سارسكوف 2 فإنها تضع وقتيًا على ذمة المواطنين الذين تعذر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر منظومة أذاكس الخدمة المجانية التالية نجمة 2022 نجمة كود إيفاكسا ديزا وذلك لإثبات استكمال عملية التلقيحة وللاستظهار بنص الإرسالية عند كل طلب